السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فان تاكتك حلقة اليوم هنتكلم فيها عن انتقال لاعب الهلال وليد الشعلة للدوري الجزائري نتكلم عن تفاصيل الصفقة نتكلم عن لو كان موجود حيعمل شنو وفي الدوري الجزائري حيعمل شنو والعوايد اللي هتجي من تجربة الاحتراف في الدوري الجزائري عندي كمان حاجة مهمة جدا هتكلم عنها خاصة باللاعبين السودانيين وتفكيرهم في عقود الاحتراف أو حتى عقود اللعب في الدوري السوداني هتكلم عنها بشي من التفصيل قبل ما عبدالحلقة اعجبتك انزل لعمل لايك على طول لو دي اول لايك زيارة للقناة انزل اشترك في القناة وكمان فعيل زر الجرس عشان يصبح كله جديد اعداد اللاعبين اللي يتسجلوا في التسجيلات الفاتت في الهلال من لجنة التطبيع والامتياز الكبير جدا اللي يمكن عملوه في اختياراتهم اللي كانت ممتازة جدا جدا خلت انه يكون في ضغط كبير جدا على اللاعبين اللي موجودين القدام اللي امكانياتهم واسهاماتهم ما كانت بالمستوى الافضل اخر موسمين فبالتالي جاء لاعب من برا كان في لعب في نادي اعتقد ما بنافس اصلا على الدور الممتاز بقى اساسي على حساب لاعب كان موجود قديم وفي الفترة الاخيرة ما بقدم الاسهام ولا بقدم الحاجة اللي انت بتتمنها او اللي اعتدت عليها منه فهنا سبب ضغط كبير جدا على لاعبين حقول اسماهم امثال اول واحد ولد الشعلة اول واحد ولد الشعلة نزار حامد ومحمد موسى الضي وبعض اللاعبين الموجودين حاليا في الهلالة اللي يمكن ما بتشوفهم بيشاركوا بشكل راتب ابرزهم اللاعبين اللي اتنين ديل وحاليا نحن في الحلقة دي حنتكلم عن انتقال اللاعب ولد الشعلة للدور الجزائري لنادي اتحاد بسكرة الجزائري طيب هل هو دخيار مناسب انه ولد الشعلة يمشي الدور الجزائري ولا لا في البداية خلينا نتذكر شوية كده حتى في حلقاتنا في القناة هنا اتكلمت اكتر من مرة في انه اللاعب جاته عروض كانت افضل من كده عروض لما هو كان قريب من المنتخب الوطني كان بيتجمع في كلية المنتخب الوطني فكان سعره افضل فكان حتى قيمته كلاعب افضل اختيار الانديا ليه وكان اختيار بتاع لاعب انديا اصلا بتلعب على البطول الفريقية فكانوا عايزين لاعب يضيف ليهم ويساهم معهم فانا الشيل باستغرب ليه شنون خل الهلال يوافق الليلة وما يوافق الزمان انت ممكن تكون عندك معناها هنا في حاجة مهمة جدا رؤيتك اللي كانت للتسجيلات الفاتت ما كانت رؤية فيها خطة واضحة او تسجيلك لللاعبين دلما كانوا يفقوا خطة موضوعة بمعنى انه اللاعب ولد الشعلة ابقيت عليه في كشوفاتك عشان بس ما ينتقل للدور الجزائري مع انديا كانت مهمة جدا امثاله كان اتحاد العاصمة شبابة القبائل شباب بالازداد اعتقدت تلاتة انديا ديل كانوا مقدمين عروض وكانت في عروض جادة بالنسبة للهلال فهين معناها لجنة التطبيع الشغال في الهلال حاليا ما كانت عندها رؤية بالنسبة للتسجيلات الفاتت وسجلت كمية بتاعة لاعبين اللي هم ضغطوا بغض النظر عن نجاحهم وعدم نجاحهم انا اتكلمت عنه قبل شوية في انه الامتياز يمكن حالف انه يكون اللاعبين دي اللي يقدموا العرض الافضل ويضيفوا الهلال بشكل ممتاز جدا لكن ده اديك شنو قدر شنو اضررت باللاعب ولد الشعلة في انه في اللول انت ما اديت فرصة انه يمشي يعني يحترف وياخد فرصة الاحتراف مع نادي زي اتحاد العاصمة ولا شباب بالازداد والان انت بتجي تقول له وتمشي له شباب النادي اتحاد بسكري في النهاية انا ما بقول لك ده ضعيف وده قوي لكن دي اندي بتشارك افريقيا وحاليا شباب بالازداد في منافسة مع الهلال على البطاقة الصعود للدور القادم فبالتالي كان الاحرى والافضل انه تجد اللاعب فرصة انه يلعب مع نادي افضل مع انه في الاول ما كان ولد الشعلة بقدم العرض الافضل وما اعتقد انه لو تذكروا اللي هي المستوى اللي كان فيه رتابة كبيرة جدا في نهاية الموسم الفات لو بتذكروا في الهلال لما كان عبدالروفل بحسب المباريات احمد موسى الضي ولد الشعلة كانوا موجودين احيانا على دكة البودلة واحيانا ما بقدموا الاسهام اللي انت محتاج لها فكان بالاحرى لما نجيه عرض تخليه يمشي على طول وتدي اللاعب فرصة طيب خلينا اتكلم في حاجة تانية مهمة جدا هل العرض ده افضل بالنسبة لولد الشعلة انه يمشي في التوجيه ده بالذات دي برضو بتدخني لنقاط مهمة جدا هتكلم عنها بعد شوية اللي هو رؤية اللاعب انه يمشي الفريق ده على الاحساب ده وليه او القيمة المادية ولا الاحتراف من اجل الاحتراف يعني بس فكرة انه كنت احترفتها في نادي معين وحيقدم لك شنون النادي ده جبيرا لما اعترضت على فكرة انه يتفكوا الليل وما تفكوا زمان اللي هي ما داير الاحتراف من اجل الاحتراف داير الاحتراف من اجل قيمة نادي تنافس افضل برضو بتكون قيمة مادية افضل موقعك انت هم شايفين انك كيف كمهاجم اتحاد بسكرة حاليا هم في الترتيب في الدوري الجزائري في اه المركز الستاشر فمن الاندي بنتكلم عن ان هي بتصارع على الهبوط فبالتالي هنا الرؤية مختلفة بالنسبة لواحد زي وليد الشعلها انا اعتقد انه رؤية المباشرة في انه ماشي اتحاد بسكرة عشان بس يمشي يشارك ويلعب اساسي ويلعب على وينافس على مستوى لعبين ممكن ما يكونوا موجودين في الهلال بحكم ان الهلال حاليا بيشارك افريقيا ولاعبينه على مستوى عالي جدا ولد الشعلها ما قادر انافس او ممكن المدرب الضوء الاخضر انه يمشي لكن كفكرة هو كلاعب اعتقد انه الفكرة الاحتراف اسم اللاعب المحترف هي برضو عندها دور وفي نفس الوقت انه عايز حاليا الهلال ما فيه فرصة انه يشارك بشكل راتب وبشكل اساسي ويعتمد عليه وفي نفس الوقت عايز يمشي مكان يشارك فيه اقلاه يرجع مع المنتخب الوطني جماعة في الامم افريقيا القادمة في الكاميرون فده تفكير بالنسبة لللاعب ايجابي جدا بالنسبة لللاعب اعتقد انه يضيف له بشكل كبير فكرة الاحتراف فرصة الاحتراف كويسة جدا يوم من اليوم محمد عبد الرحمن اشتاء كان مع نادي اهل بوعريرج وافريقيا كلها كانت عايزة ويلا غاية ما جاء الهلال فبالتالي قيمة انك انت تكون مع نادي اقلا او مع نادي ما بنافس على البطولة وتشارك معاهم وتخد اسمك من الاسماء القوية في الدور كهداف كزول مسجل اهداف كواحد بتصهر في الاوقات الصعبة هنا حتى منتخبك بعين لك بنظر مختلفة حتى الاندي في السودان بتعين لك بنظر مختلفة واعتقد انه يمكن يكون في توجه حاليا في الهلال في انه اللاعب بقدر الامكان لازم يجدد له حتى بعد ذاك يعملوا لعارة اللي هي لمدة تمانية اشهر فاعتقد انه فرصة كويسة جدا بالنسبة لولد الشعل في انه يمشي يعيد اكتشاف نفسه يعيد الثقة في نفسه لانه فعلا بيمر بأزمة ثقة كبيرة جدا جدا ما اعتقدون الهلال حاليا فيه مساحة انه اللاعب يشترك او تعادله الثقة من خلال مباريات مهمة جدا هي بتكون صعبة جدا بالنسبة المدرب لانه حتكون بيلعب بنتائج الفريق فبالتالي اتحاد بسكرة او اي نادي بيكون بيلعب في المنطقة الباردة على الهبوط ممكن جدا ولد الشعل كاحتراف كفكرة دوري مختلفة كعقلية مختلفة بالتاكد حتفيده كتير جدا جدا زي ما شوفنا لعبين ما شاء الله مميزي جدا زي اطهر الطاهر بييجي في المنطقة والوطني بيقدم الاسهام اللي انت محتاج ليه وشرف الدين شايفوه بحي تجتليه في اهم المباريات قدم لك واحدة من اهم واروع المباريات فبالتالي عقلية اللاعب المحترفة اللي بيقدر يتحمل الضغوط فولد الشعلة اعتقد انه الضغوط اللي كانت موجودة في الهلال ما اعتقد انه استحمل عشان ما قدر يواصل لنفس الريتمال كان مميز جدا انت ولد حتمشي الدوري الجزائري بالتأكد الضغط حيكون مختلف دوري جديد لغة مختلفة اه اجواء مختلفة تنافس مختلف حتى فريغك تأزم ما زي الهلال هنا مباريات كلها بخش المباراة وكسبة واحد صفر لا الوضعية مختلفة تماما انت بتلعب مع فريق وارج جدا يصارع على الهبوط في الموسم ده فكيف حتقدر اه تقدم اسهمك بالنسبة للفريق وتقدر تاخد اسمك تفرض اسمك على مستوى دوري جزائري كهداف ونتمنى لك كل التوفيق في حاجة تانية مهمة جدا حابة اقولها سريعة اللي هي لاعبنا سوداني انا عايز اساس سوال وحاجاب عليه في حلقات جاية هل اللاعب السوداني لما يجيه عرض من مكان او عرض من نادي سواء كان خارجي او حتى محلي التفكير بيكون على مستوى المشروع ككل ولا على مستوى القيمة المادية الكلام بقوله لكم وجاوبوني في الكومنتات ان شاء الله في حلقات جاي حنحاول نسريده لكم بالتفصيل كعقودات لاعبين وحياة كثيرة جدا حنتكلم عنها ان شاء الله في الفترة القادمة شكرا لكم كثيرة على حسن المتابعة وان شاء الله دايما تأمين هلامين شكرا